في هذا الفيديو معنا مقارنة بين جهاز شاومي الجديد الريدمي نوت 12 وكذلك الريدمي نوت 11 كما ترون يعني بهذا الفيديو سوف نرى مقارنة كميلة بين الجهازين وسوف نرى إذا كنت تستخدم جهاز الريدمي نوت 11 الفعلا يستحق أن تقوم بالترقية لجهاز الريدمي نوت 12 أو يعني منها أفضل أن تقوم بالبقاء بالريدمي نوت 11 فعلي فيديو أكلم كثير قبل أن نبدأ إذا أعجبك الفيديو فإدعم الفيديو بزر اللايك وطبعا شارفنا بشاركك بالقناة وفعل الجرس يصلك كل جديد وطبعا نبدأ مع أول شيء كالعادة وهو التصميم وكذلك جودة الصناع يعني سارةً أتصميم بقائد واق لكن أنا شخصيا يعني أعجبني تصميم الريدمي نوت 12 كما ترون وشكل الكاميرات وكذلك يعني مسكة الجهاز ووزن الجهاز يعني سارةً جداً خفيف سارةً تصميم الجهاز أعجبني بشكل كبير أما بالنسبة لجودة الصناع فعلا كلا الجهازين يأتين بجودة صناعين بالكامل من البلاستيك سوى الريدمي نوت 11 أم النوت 12 كما ترون لكن من خلال استخدامي للجهازين طبعا استخدامي تقريباً الريدمي نوت 11 تقريباً لمدة عشرة أشهر والريدمي نوت 12 تقريباً معي الآن لمدة شهر من خلال استخدامي للجهازين سرعةً لجودة البلاستيك يعني الموجودة بالنوت 12 أفضل بكثير من الموجودة بالريدمي نوت 11 يعني كما ترون النوت 11 تقريباً بأول شهر من الاستخدام فدار الجهاز كما تشاهدون بدأت تضربة بعد الخدوش كما تشاهدون XR Note 12 سارة جودة البلاستيك يعني أحس أنها أفضل بكثير فكتصميم وجودة صنع فناء وفضل سارة جهاز Redmi Note 12 لكن دعونا الآن نقوم بقلب الأجهزة الأمام فلديك هنا سارة فرق بسيط من عدة الشاشات أولاً Redmi Note 12 كما تشاهدون يأتي بحجم الشاشة أكبر بالضبط لديك هنا 6.67 إنش لكن Redmi Note 11 يأتي بحجم الشاشة يعني أصغر قليلاً 6.4 إنش طبعاً كلا الشاشات هنا طبعاً آموليد كما عودتنا شركة شاومي لكن Redmi Note 12 يدعم إلى غاية 120 هرتز هذا يعتبر تقريباً يعني أرخشية سوف يقدمك آموليد Full HD Plus وكذلك 120 هرتز حرفياً أقوى وأفضل شربة الشاشة ممكن أن تقوم بتشربتها يعني بفائة سعر المائتين دولار Note 11 طبعاً لديك هنا فقط يعني شاشة 90 هرتز عادي جداً طبعاً ما زالت يعني شاشة أيضاً خرفية لكن مقارنة بال Redmi Note 12 فهي سرعة يعني أفضل قليلاً كما تشاهدون يعني مقارنة كما تشاهدون بين هذه الشاشات لكن لديك هنا صارت أن الشاشات يعني ممتازة بكل الجهازين لكن كما قلت Redmi Note 12 يعني يتفوق يعني بشكل بسيط عن جهاز Redmi Note 11 أما بالنسبة الآن للسماعات فصارت لديك هنا يعني فرق كبير بالسماعات Redmi Note 11 يأتي بسماعة ستيريو السماعة سوفلية تشتغل طبعاً ما السماع الموجودة بالآلة لكن يعني الصدمة كانت بين Redmi Note 12 يعني يحمل فقط يعني سماعة مونو يعني من المفترض أنه لديك هنا طبعاً جيد جديد فسوف تكون لديك هنا مثلاً سماعات أفضل أو على الأقل نفس السماعات التي كانت بين Note 11 لكن للأسف لديك هنا فقط سماعة مونو فدعونا الآن نقوم بجربة السماعات المعالج الكاميرات والتصميم والشاشة والجلس فعلاً سوف يقدم لك المعالج جداً مقابل السعر وسعر الآيفون عيد حالياً مستعمال نسخة 64 في الناحية ماذا الآن عند شربة الأداء بذيك هنا طبعاً المعالج A15 Bionic كما سمعت لذيك هنا سرعة يعني فرق يعني كبير بشربة السماعات طبعاً الصوت كان عالي وكذلك أوضح وأنقو بجهاز Redmi Note 11 لكن Redmi Note 12 صارتاً يحمل سماعات عادية جداً يعني أقل صارتاً من المنافسين لكن دعونا الآن نتكلم عن أهم اللقطة طبعاً موجودة بسلسلة Redmi Note وهي طبعاً الأداء والمعالج فولاً نتحدث هنا عن مؤعج من شركة Qualcomm أو SnapDragon يعني بي الجهازين أولاً Note 11 يأتي بمعالج الشهير طبعاً SnapDragon 680 معالج بديقة صناعة 6 نانومتر أما بالنسبة لي Redmi Note 12 الجديد فأتي بمعالج SnapDragon 685 فلذلك هنا تقريباً نفس المعالج يعني بالجهازين كلا المعالجة هنا يأتي بديقة 6 نانومتر صارتاً يعني كانت تريبات يعني بالأداء بتنقل بين التطبيقات فيسبوك وإنستغرام بالاستخدام اليومي صارتاً لذلك هنا أداء متقرب جداً بالجهازين تقريباً نفس الأداء تقريباً هناك يعني تفوق بسيط لصالح جهاز Redmi Note 12 لكن عموماً تريبات الأداء هنا صارتاً كانت متقربة جداً بالجهازين أما بالنسبة الآن لتربة الألعاب يعني من ناس المهتمة بالألعاب بوب جي وكل هذه الأشياء فمثلاً بوب جي بالجهازين هناك متشاهدون سوف تشتغل على نفس الإدادات كما ترون النوت 11 سوف يقدم لك إدادات سريسة وكذلك عالية بعدد الإطارات نفس الشيء الريدمي نوت 12 أيضاً سوف يقدم لك سريسة وكذلك عالية بعدد الإطارات صارتاً كلا الجهازين هنا غير موجهة للناس المهتمة بالألعاب يعني سواء النوت 11 أو حتى الريدمي نوت 12 سوف يقدم لك تقريباً 25 فريم بلبة بوب جي فهناك سرعتاً أجهزة بسعر أرخص وسوف تقدم لك مثلاً 40 فريم فعني كثيربات الألعاب لم تكن سرعتاً أفضل شيء بالجهازين إذا كنت تشغل متنبي الألعاب فسرعتاً لن أنصحك سواء بالريدمي نوت 11 أو الريدمي نوت 12 وهناك أجهزة كما قلت أفضل بسعر أرخص لكن كثيربات الأداء كما قلت فهي تقريباً نفسها بالجهازين تقريباً ليجاد أي فرق بالمناسبة لديك هنا طبعاً يعني بالنوت 11 واجهة الميو آي 310 وبالنوت 12 الجديد كما ترى ولديك هنا طبعاً الميو آي 14 لكن كثيربات الأداء كما قلت فهي نفسها بالجهازين أما بالنسبة الآن للبطارية فالجهازين المناسبة يقدم لك نفس البطاريات سواء النوت 11 أو النوت 12 فى يحميلاً بطارية 5000 من عمبير وكذلك الجهازين يدعمها نفسه رات الشان شاحن 33 نواط موجود بالعلبة بكل الجهازين فتقريباً أداء البطارية هنا يعني متقرب جداً بجهازين لكن يعني صراعاً لديك هنا بطارية ممتازة سواء بالنوت 11 أو بالريدمي نوت 12 يعني بطارية سوف تكمل معك اليوم بدون أي مشاكل لكن دعونا الآن نتكلم قليلاً عن الكاميرات لديك أولاً الردمي نوت 11 كما ترون يحمل أربع كاميرات من الخلف لكن الردمي نوت 12 يحمل فقط يعني ثلاث كاميرات نمضى أولاً بالنوت 11 لديك هنا كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل كاميرا тانية لعزل 8 ميجابيكسل وأخيراً التي هناك 2 كلا وأخيراً 2 ميجابيكسل الأولى للعزل 2 ميجابيكسل هنا يصوران فيديو إلى غاية Full HD 30 اطار كما ترون ساتر هنا تطور بسيط يعني مناعة الكاميرات بالردمي نوت 4 طبعا لذلك هنا التطور جدا بسيط لكن ساتر كتربت كاميرات فهي طبعا كانت افضل بجهاز الردمي نوت 4 كما ترون طبعا هذه كل صور متقطة باستخدام الكاميرات الاساسية الخاصة بالجهازين ساتر الكاميرات هنا بالجهازين ساتر لست افضل شيء سواء بالردمي نوت 11 او بالردمي نوت 4 طبعا مقانسة بالمنافسين لكن نحن نقوم الآن بمقارنة الجهازين فالريدمي نوت 1 سوف يقدم لك كاميرا أفضل قليلا من جهاز الريدمي نوت 11 أما بالنسبة الآن للكاميرات الأمامية فلذيكون تقريبا نفس الكاميرات بالجهازين كلا الجهازين سوف يقدم لك كاميرا 13 ميجابيكسل وقدرها تصور فيديو إلى غاية الفل اتش دي ثلاثون إطار ساعتا كلا الجهازين لأن يقدم لك أفضل كاميرا لذيكون كاميرات عادية جدا بالجهازين أما بالنسبة الآن لأهم شيء وهو طبعا السعر فالجهازين سرعتين يأتيين حاليا تقريبا بنفس السعر لذيك نسخة 4 جيجابيط رامو مساء داخلية 128 تأتي بسعر 210 دولار سواء بجهاز الريدمي نوت 11 أم بجهاز الريدمي نوت 12 فسرعتين إذا كنت تريد أن تقوم بشراء جهاز جديد بهذه السعرية فسرعتين سوف يقدم لك سرعتين قيمة عالية جدا مقابل السعر سوف يقدم لك كاميرا أفضل قليلا من الموجودة بالريدمي نوت 11 سوف يقدم لك شاشة بمؤادلات حديث أفضل سطوع أفضل بشاشة جوزة تصناع أيضا أفضل وكذلك تصميم أفضل فأنا شخصيا أفضل جهاز الريدمي نوت 12 لكن إذا كنت تستخدم جهاز الريدمي نوت 11 ولكن تفكر بأن تقوم بالترقية إلى جهاز الريدمي نوت 12 فسرعتين لا أرى أن هناك أي داعي للترقية فلذيك تقريبا إمكانيات متكاملة جدا يعني إذا قمت بترقية وتقوم بباع الجهاز وتخسر بها وتقوم بشراء الريدمي نوت 12 فتقريبا لنجد أي فرق بالجهازين تقريبا نفس الإمكانيات وهناك فرقات بسيطة لكن لن تؤتي بشكل كبير على تشريبات الاستخدام الخاصة بك فعممان ذاك الرأي هو تشريباتي مع الجهازين الريدمي نوت 11 وكذلك الريدمي نوت 12 طبعا كلا عدد شركني الآن أنصارك بالتعليقات ما رأيك بهذه الجهازين وكلا عدد لا تنسى لايك الفيديو واشترك بالقناة إذا أمسك مشارك وطبعا فعيل الجرس يصلك كل جديد وراكم في الفيديو القادم السلام